بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الورد والياسمين ازايكو يا حلوين اخباركو ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل وصفة بقالها طلع ترند كده في النت كتير قوي الوصفة دي عبارة عن مكارونا بالخضار المقادير بتاعتها المقادير بتاعتها جزر مبشور طماطم مقطعة قطع صغيرة فلفل الوان اخضر وصفر واحمر وفلفل شطة وبصل وانا حطيت برضو افتكاسة من عندي فراخ مقطعة صدور فراخ جده هنشوف هنعمل ايه مع بعض اول حاجة هقطع الخضار ده كله وهوريه لكم قطعت الخضار اهو كله بشرت الجزر وقطعت البصل لمكاربات صغيرة والطماطم والفلفل والفلفل الالوان ودلوقتي حطيت الحاجة اللي انا عامل فيها على البوتاجاز وحطيت فيها معلقة زيت دورا اول حاجة هعملها ان انا هنزل بالفراخ وحط عليها التوابل التوابل ملح وفلفل وكمون وكل حاجة بعد ما حطيت الفراخ وخليتها تتسوح شوية حطيت التوابل بقى ملحة وفلفل وكمون انا بكل الاكل بحط جميع التوابل اللي عندي بتخلي الرحيحة خيالية والطعمة ملوش حليل حطيت البصل وهخليه يتسوح شوية وبعدين هحط بقية الخضار وحطيت كبير مكعب مرأ هنا التوابل جديدة جدا جدا يا جماعة هحط بقية الخضار وارلي الرحيحة تحفى يا جماعة والالوان خفيرة شايفين يعني تتكل اصلا لوحدها الخليط ده كده هحطط له معلقة السلسل معلقة واحدة بس وهقلس هخليه شوية يستفك وبعدين نشوف الخطوة اللي بعد كده بعد ما تبكت ده كده هعمل ايه هحط المكارونة ناية اهي واقلس اسهل المكارونة ممكن تعمليها بحياتك ما قلبها سويس وبعدين اسكيها مياه طغلي واظبط الملح بتاعها واغطي عليها لغاية ما ما تستفك وكده اكلتنا خلاص هوريها لكو لما حطت لها المية اهو ادي الشكل بعد ما حطت لها المية تحط لها مية زي كأنك بتسوي الرز يعني وبعدين اغطي عليها لما تشرب شوية اغطي لغاية لما تستفك هوريها لكو بقى بشكلها النهيبي عايزة اقول لكم المكارونة طلعت تحفة خلاص هي ساوت دلوقتي هحط لها بس معلقتين كريمة وشوية اه اه جبنا برمزان وخلاص وطفي عليها طعمها روعة اسهل مكارونة واسرع مكارونة ممكن تعمليها في حياتك. هقلبها كده علشان تديها بقى سماكة للصف اللي هيبقى موجود. هرش عليها شوية جبنة. علشان تديها طعم. وهقفل عليها بقى. شوية علشان الحاجات دي كلها تاخد من بعض. وخلاص. وقدمها ووريها لكم. لا تجربة مكحة جدا تستحق التجربة يا جماعة. وتستحق اللي هيصل اللي هم عاملينها عليها بالفعل. اقول ليها لكم بقى وقت التقديم. ادي شكل المكارونة بتاعي النهائي طلع تحفة. طعمها خيال ورحتها جميلة جدا جدا وسريع ما خدتش وقت خالص. يعني يدوب ربع ساعة او عشرين دقيقة على الاكثر. وفيها خضار وفيها فراخ. وممكن تعمليها بلحمة. ممكن تعمليها بتونة. ممكن تعمليها من غير. خضار بس جميلة جدا 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 جدا. جربوها وعلى ضمانتي حلوة جدا. انصحكم فيها وبقوة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني قريب جدا.